المشروع جسر شمال تكريت جسر ضروري وحيوي لمحافظة صلاح الدين لكونه يربط المناطق الشمالية مع المركز العراق والمنطقة الغربية العمل توقف بالمشروع 10-6-2014 بسبب الظروف الأمنية التي حدثت مدينة تكريت واستمر التوقف لحين استئنافها في 14-5-2019 تم استئناف العمل تم المباشرة بأعمال الركائز بجهة العلم لكون نسبة 70% الجسر تقع في جهة العلم حاليا من نفذين نحن بحدود 24 ركيزة ومستمر العمل وكذلك باشر العمل بأعمال الروافد طول 35 متر وارتفاع مترين والعمل بصراحة تأخر قليلا بسبب التخصيصات المالية كون التخصيص المالي لهذا الجسر لهذه السنة هو مليار حاليا توجد محاولات لتعزيز المشروع بمليارين دينار مناقلة من المشاريع الباقية ولحد الآن المدة الزمنية 35 شهر حاليا نسبة الإنجاز بحدود 14% والله هي بس زيادة التخصيصات حتى يستمر العمل ببتار متصاعدة ونسب إنجاز متقدمة إن شاء الله نسبة العمل حاليا 14% ترجمة نانسي قنقر